اشتركوا في القناة 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 فعودت العملية و كانت خاطرة فالحمد لله رب يكتب لي عمر جديد فهذا شيء كامل من كتب الله و أنا حمد لله سبحانه وتعالى الحمد لله و شكر الله على كل شيء رجعت لدارنا كأي بنت صغيرة تقرأ كأي بنت صغيرة عندها طموحات عندها أحلام خصتها يدخل المدرسة و دخلت المدرسة غير بالعكاكز ما كنش دائرة أباراي يعني رجل طيناعية بقيت كنمشي غير بالعكاكز نمشي نقرأ و خب عيد علينا مدرسة كما قلت لي كبيلات كيلو ومية تونس تقريبا كنش كنمشي بالعكاكز شتا برد كل شيء مهم أنني عندي واحد طموح أنني نوصل أنني نقرأ هذه البنت يعني أي بنت صغيرة فهذا كنش تقرأ خصتها تقرأ وتلعب خصا أنك بقي صغيرة خصا أنك بقي صغيرة خصكي تقرأ يا خصكي تلعبي خصكي تشوفي أنك ما عندك رجل يعني فدك 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 الحمر رأي واحد داز منه يبغي يلعبي تحك أنا قد أقول لك أنا من صغر وأنا هزم مسؤولية يعني من صغر قد أقول لك قيدت تفكري أنا لم يعيش الطفولة ديالي كأي شخص يعيش الطفولة ديالي فهم شيء ففي واحد النهار أخوتي أختي مسكيناق إياني دبرت لي في واحد جميع قرأت أباراي قرأت ما عامين ولكن اللي حكم أنني بقى صغيرة ما قدرش أنني مبقات مبعدة على والدية خصوصا في مدينة خميسات وأنا في جماعة سديبو كل حاجة في الغرب مشيت لدارنا بعد كلاباراي دوست بيها من الثاني حتى التاملة رأي بغيت نقول بأن رجل إصطناعية رأي دارت غير باش أنك تخفف عليك واحد الحوايص صغر لا يمكن أن رمشي رجل الحقيقي ديالك يعني لا يمكن أن تدربها كل شيء بعد لا يمكن أن تدربها كل شيء يعني دارت غير باش توفر لك واحد الحاجة صغيرة أنا أحبت لي لها مدة سبع سنين ونعبا أنا أحبت لي لها كثيرا كانت ترسلي كاللوية كالسودية عليها وكانت تقطع عليها السمطة وكانت نشدها بزيم وكانت تلحق السمطة وكانت نضرب بها كل ميطرات لأنني انتقت المدرسة في الكوليج كانت قيلت 8 نهار كامل وانا في المدرسة كانت رجلي كانت تجرح لي وكانت دم بكل شيء كانت مهكاك اللبسة وكانت مشي علاجة حيث كانوا عندي بتيحانات وانا خصتني قرأ وخصتني الوصول فنقول لك شحال مقتلك شحال ما عاوتلك فالمعاندي لي ما غادش يساليو ما غادش يوصلو نعم يعني عشتي واحد الطفولة صعيبة فاشأنك بغيت يدك لاباري لانا باشتعونك في رجليك تايد وسبة واحد لديك الجمعية لاتطالك فانك دوسبة واحد لوقت اللي وطويل وكبير طويل بالسفراء ارى الاباري يعني رجل إصطناعية رخصة عامية للاقل تبتل رأينا دابا يعني الحياة ديليك ملخ سنبدل الاباري رمشي عندن دير واحدة فيكس لحقاش قدر رجليك يتزاد هي كتكون تقيلة اخس كتبتلوا وانا هذي مشي شكالي التالي مزيانة فيها ثلاثة كيلو لحد الان كل واجه لي بقدرني لاتمشيت بساف الدكتور قلي يقلي انا بقي شي كتعواجي ما بين الجناب ديالك لحقاش كانت كتجيني قصيرة وانا طواليت رغم انت احتلت امنا رغم مدة طويلة وانا طواليت وانا بقيت كان عارش انت بقيت بوحد طريق طالب لما بتناسقاش لحد الان طبي بقى بانني عوجة بديش كان عواج من ما بقىش عندي المفصارين تليه وما هذوك يعني وانا عندها واحد اطرت علي بالسعف يعني انه هيله تلعنا كل شي مفهوم قصتك مفهومة لكن مشكل كبير الاكبر هو انك فاش بغيت انك تاخذ حقك اللي صراحة كنت واحد الريحلة ماراتوني اللي بقي مستمر الدافع يعني انه هيله بغينا نعرفه شنو المصار اللي اخد الميلف ديالك ديال انك باش تاخذ حقك من تعويضك اللي هو مشروع قانونا وشرعا لحد الان المصار ديال الميلف ديالي انا بيدي ما عرف عليه هوالو المصار ديال ميليف ديالي شدو واحد لمحامي كاي اب بنت دات حادثة تكلف به هذا الاجراءات القانونية كاملة دفعنا الدوصي ديالي لهادك المحامي تكلف به فالمحامي بكاش كي يدير خدمته بزيانة ولكن نوعا ما كنت تتصل بنا كنت نلقاه وبعض المرة كنت نحضروا معاه حتى الواحد المران قلنا بان وراء الميلف ديالك تتحكم بسبعة المليون الوايد ديالي رفضها لحقك سبعة المليون ما ديالي تديك تديك الطبيب اللي عش في تديك الدول اللي شريته تديك المعاناة والألم اللي دوسها في الوقت كاي اب بكل ما قبلش الميلف من ما قبلش قلنا وصفين ديالك استئناف من تموم بقنا عارفنا على الميلف ديالي وحتاجتنا خبار بأن المحامي مات وفا ناقيب منا بكلف واحد المحامي حاليا استثنان ومتعون من دعوة جاهزة للمحامي وكرا لن تحديثنا لن تعد holiday وبرو الدور ومنا يتحكم في المحكمة لأنه يتطور نهائيا ليست تتكلم المحامي نرى لن تعد رسالة لديه اي باب قانوني تترق المحامي يمكنك تسدليه وعرفوا عليه والو جتوم الخبار انه توفى المحامي اه فنقيب هيئة المحامين بمدينة القناطرة كلف واحد المحامي اخر انه يشد الميلف للحد الان بقي نهيلة ما عرف عليه والو نهيلة يعني اللقاسات في هاد القصة هاجي كاملة في الاخير بقي ما التعوضاتش ما يهمش يعني ذاك تعويض المادي فانه هالك هاد يقول انه بتنحس ان القانون نصفني وانه موقف معي نهاملو عيلة شنو فين وصلت القصة لحد الان قلت لي انه المحامي اللي تكلف بالميلف بقي لحد الان ما تواصلتيش معاه السنين انا ما تواصلت عمرني تواصلت معك انك يمشي وعندو البيرو ما كناش كلقا يعني جميع الطرق انه باش نشوفوا ذاك المحامي ما كانش كيكون حتى العمليفات وصلت معي صرت لحد الورقة قانونية ديالي قلت له شوف اراه لما جاوبتني شراء نوصلوا لي اجراءات خيبة وعاد جاوبني قلت له لو غادي نوقف معاك وغادي 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 مهم اهدر معايا في الاخير حتى اني بقى نقاطع اتصالات بيناتنا بقى يقول لي انا مدة شوخ مستشار يوم شارب يجب لي اسباب كيقول لي ومشاكل عائلية وقد قلت له شوف استاذ انا اعطاني الملف ديالي انت داشي استاذ نازيه هو يتكلف بي وانت لا يسهل لي كيف كنقول له انا يا ورغم ديالي قلت له شغور عاود للمبقى بقى اتصال بينك بقى اتصال بينتنا نهائيا فانا بغيش حاجة واحدة نقولها انه انه لكن عندي انا شي حق بغيشه لحقا انا محتاجة للاقصده كما قلت لك انا بغيش ان تلقى صعوبة كبيرة بالساف يعني وهذا حقك وانا كما قلت احتاجها لانه فعلا طروف ديالها المادية فهي صعيبة في نهائيا يعني كات نحاضر موحدة الجماعية اللي هي فاقيرة ومن بعد يعني فجات المراكش يعني قلت سامها الاختي ديالك انا في المراكش كتكمل يعني او بدات حيات الجامعية ديالها لانه كما تتعرفون نهائيا يعني الحمد لله وخقاسات فرحلة التراسية ديالها في صغر لكن الان فهي طالبة بكلية الحقوق يعني بمراكش كلية الحقوق قاد عياد يعني كتكمل جراستها في الحقوق او في القانون في شعبات القانون واللي هي قلت لي انني تنقرى القانون ولكن يعني فش نشوفه شنوتراليا فا باش كتتحسينه فكتتحسيب ان مكينش وحد الانصاف مكينش وحد العدن انا كطالبة قانون را يقدر في المستقبل وليت انا مرآة قانون فكن لقى انا براسي دابة ما عنديش حقرة تلتاشل ما تصوراش العقل وانتي انك محتاجه وما تلقيتش تعويضات ديالك وانتي محتاجه الاقصى داراشة را كنلقى مشاكل ممكن بغين بطلبة را كنلقى مشاكل وانتي استفادت وانتي استفادت من جمعيات ولكن يقولون جمعيات المعاقين وانتي استفادت منه وبالفعل انه بنسبة لحالة جالك فكان واحد الاستعصاء وكان واحد المشكل في سيرورة المستارة ولكن لا نكروش ان انا في واحد البلاد اللي الحمد لله شدت واحد تقدم كبير في مجال القانون لمنحية المساطر والتسهيل المساطر الادارية او تبسيطها ولكذلك في الاجراءات القانونية لكن احنا كن نجده من خلال هذا الفيديو اللي انه نهيلا اطلع معنا في قناة اشواق على تيفي انه تلقى الحل لحقها انه ما بغيت شي حاجة اخرى بغيت الحق ديلها انا بغيت نقول انه لو كان عندي شي حق نخضره انا كطالبة قانون انا بغيت نقول الناس بيانوا لي بأنه في الناس ما بغيت القانون واقع على الارض الواقع كما قلت بقبيلات القانون تبارك الله موضوع بشكل جيد ممتاز لكن انا لحد الان لم ترى شيئا من ذلك لم ترى انا تعويضاتي لم ترى ايضا محتاجها الاقصد م Believe in the song انا ايضا انه ليس لقناع أشعر مستحظة ايضا مستحظة ايضا و لكني لا يمكنني تصورت لأي حالة التي تصدقت فيها و رغم ذلك الحمد لله و كانت كافح و كان قرم جيد و كانت أربي في الرجال الحمد لله هو الإيمان قوي بالله سبحانه وتعالى في الرجال و لكن لم تكن أحد الإيمان و أردت في أحد الأسرة في هذا الإيمان و أنا قلت في الدار و قمت بإضافة و لم أقرأت و لم أقرأت ومشيت إما ماتي و لم أتحرتي و لم أقرأت الحمد لله أنا و كالعكس نعيلا يعني باش كما قلتي باش أنك ما تبقيش قانطة أو لقال سودان بالحواج يعني بالموازات مع القرية أنا فكرة تتير واحد لقانة يوتيوب باش أنا تقاسم معاكم يعني باش تقاسم معاكم يعني قسطة و باش تشجع الناس عنهم إلا كان شي مشكل في حياتكم خذكم تجوزوا يعني بالفعل ما كيش كل اللي يحصل عواليه ولكن بالنسبة للطفلة أنها تفقد رجليها في واحد سلي مبكر و أنا باش تكمل حياتها وتوصل الحمد لله وتشد الباكالورية جيتها يعني من أول سنة و دبا يعني كتكمل دراساتها الجامعية فخصنا نرفع على القبعة نهيلا دات واحد لقانات يوتيوب كتمنى تشجيعاتكم كتمنىكم أنكم تدخلوا عندها باش تشجعوها وبالفعل فعندها محتوى زوين اللي هي اللي بادية فيه و بغتشجعاتكم باش أنها تكمل فيه نعم نهيلا كيف اجدتك الفكرة أنك تدخل قانات يوتيوب الفكرة كيفاش بخيش تبغيش بغيت الناس مساكن يفوت هي في حالي خصوصا أنا نشر المحتاقة إيجابية و نقولوا ما تستسلموش أرا عمر الإعاقة كانش في الجسد أرضو باش مقصب لكم الله سبحانه و بالحكس أنا نظر لكم على رأسي كان نعتبر بأنار بميز ألاف البشر أو الملايير البشر و أعطاني واحد حاجة و أقول هذا هو حب الله سبحانه و تعالى فما تشوفوهاش الإعاقة مكينش في الجسد الجسد كان الجسد لديه قيمة كبيرة و كنقولها دائما ما تكون الشخص يأكل الدود يعني الجسد لديه قيمة كبيرة الإنسان الواعي و الناضج لا يشوفك كإنسانه معاقة الإعاقة ما دم أنت عندك واحد العقل يفكر مزيان كما كان نوع الإعاقة كما كانت فتغلبوا عليها و الحمد لله ربي كبير أخي كعمر قلبكم بالله و كنت لديكم واحد الإيمان كبير والله العظيم الله ربي يفرج عليكم و أي شخص بغير حاجة تقرأوا و كافحوا و تقاتلوا لكي تصلوا لها يعني كتقاسي رسالتك واضحة نهيلا و دموعك أنه يكونوا غالين عند المغاربة أنه باش إن شاء الله نهيلا بغد حقها بتاعت الحديثة لأنها محتاجة بالفعل و نهيلا وجهت لكم رسالة من أشواق على تيفي و كذلك أنه وجهت لكم رسالة أنكم تدخلوا تابعوها على قناتها في اليوتيوب اللي سنجدها لكم في الوصف كانت من الرسالة أنها تكون وصلاتكم كان معكم أعتمار بخاري و من قلب مزين الحمراء اشترك الآن في قناة أشواق على تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد و شارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق على تيفي شريد إلكتروني وطني شامل ومستقل ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا شكرا